السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم بروكة نتمنى لكم عيد مبارك سعيد الله يدخلوا عليكم بصحة وسلامة وبطول العمر يا ربي وبشير زيق يا ربي امين اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معكم المشتريات لشريط العيد الاضحى مع الاتمناء ديالهم ان شاء الله تستفدوا من هات الفيديو فكيف ما كتشوفوا اول حاجة وريتكم هات شوية فكنت خديتها العام لي فات وعجبتني بزاف ما كتستاش ما كيوقع عليها تشي حاجة وخديتها حتى هات العام وخديت نفس الحجم ونفس نفس شكل خديتها مدورة باش كتجيني نيشان مع المجمر يلا كنت بغيتني شوي فوق منها القطيبات ديالي فاخديتها تقريبا 360 ريال لدير التمن ديالها خدينا كذلك هات الطواجين بنسبة لهات الطاجين كيف ما كتشوفوا غادي نوريكم زوى قليفيه فانا اخديته ما صغيرش بزاف وماشيتني طاجين اللي هو كبير فجاي موين وكيف ما كتشوفوا الزواقة اللي فيه فاعجبتني بزاف فكان الوال اللي هما مختلفين فهذه الزواقة وعليكن اعجبتني انا هذي اللي فيها الكحل وفيها البيج كيف ما كتشوفوا اولا صفر فبنسبة لتمن ديال الطاجين فهذه 40 درهم فتبارك الله تواجن في المغري براهو مرخاصين خصوصا في البلايس اللي كيكون لهم الفخار ففي الصراحة كنت بغيت ناخد طويجي اللي كيكون مربع كنت شتو عند واحد اليوتيوبرز كنت جابتو لها صاحبتها من مدينة اسفي قلبت عليه ولكن ما لقيتوش ولكن ان شاء الله من لي من لي مشي الاقادير فقلت نقلب عليه اللي لقيتو ثم ما غادي ناخدو طفي خديت من مرجان كيف ما شفتو الفيديو اللي كنت ديت لكم ديال الجولة في المرجان او التخفيضات اللي ديري المرجان فكنت خديت هادو كانوا عجبوني بالنسبة للتنظيم ديال تلاجة تديرو فيهم الزيتون تديرو فيهم بحل دبع في العيد العيد الكبير تديرو فيهم بحل دبعها كالمشماش والبرقوق يلا بغيتو تحطوه في تلاجة يلا كنتو عسلتوهم وبقى لكم منهم واخديت احت هادي ديال الكيك فكتتصوبي فيها كتتصوبي الكيك وكتحطي فيها وكتغطيها باش هكما كتخج الرائحة ديال ديال كلاجة ما كتخج لكم الكيك ديالكم وممكن تحطو فيها خبيزات لهم صغارين وتغطيهم شوية ديال إلا بقى لكم شوية ديال شطارت حتى هي كتحتفضوا بها فيها وكتديروها في تلاجة بالنسبة الاتمينة ديالهم بجوش فالله ما عقلش فاللي بغي يعرف الاتمينة ديالهم يدخل فقط الفيديو ديال الجولة في مرجان دبا بغادي نوريكم العطرية اللي شريت فانا ما شريتش العطرية لي هي كتيرة لانا ما زال عندي العطرية فقدت ناخد غير شي حاجة لي هي قليلة فهما كيديرو كيديرو رابعة وكيديرو نص رابعة ما كيتحنوهاش فكتكون طحونة عندهم وانا ما بغيت ناخد العطرية وانا ما بغيت ناخد العطار ويتحلكم كل حاجة بوحدتها عنده فقدت تقريبا 10 درهم من كل حاجة فالتبارك الله كيف ما كتشوفو فالعطرية يراها كتير غادي تكفيني العيد وغادي تفوت لديك الجيهة فقدت الخرقم البلدي من طبيعة الحال خديت الفزر خديت 10 درهم حتى ديال تحميره وخديت 10 درهم ديال ديال سكنجبير فكيف ما اذكرت لكم كل حاجة فكي عبرها لي بوحدها وعاد كيمشي كيتحنها كتكون العطرية طرية من طبيعة الحال بطبارك الله الرحة عاطية عاطية بزاف الكوزينة بالنسبة القرفافة كانت عندي القرفافة فاخديت هنا خمسة درهم كيف ما كتشوفو فهي كيميا لا بأسة بها من القرفة فغادي تكفيني حتى هي واخديت هنا عشرة درهم ديال ديال الكمون فبنسبة الكمون فيه بزاف ديال العواد وفي الحجر فاخديته باش ننقيه فانا يلاه ندرت لي غير واحد نقية لي هي خفيفة وغادي نعود ننقيه مرة اخرى صافي وغادي نديه الشيعة طار باش يتحنوا ليه في الماكينة حسن عندي الالة ديال اللي كانت تحنوا فيها فضة ولكن من الاحسن نديه الشيعة طار باش يتحنوا ليه غادي نوريكم فانا خديت هنا يا نسكيلو ديال البرقوق فهو كافيني وغادي يبقى ليه فكما ذاك العام خديت خديت نسكيلو كانت استعملته في العيد الكبير وكان بقى ليه فخديت حتى هاد العام غادي نسكيلو كيفما كتشوفوا الحجم ديالو كبير والبرقوق تبارك الله رازوي وجديد فبنسبة التمن ديالو فكل اللي كي يبيع بعشرين درهم كل اللي خمثو عشرين درهم فبنسبة هادا خدينا عند العطار اللي شرينا عنده ثوابيل فكيدير ثلاثين درهم ستمية دريال كيلو خديت نسكيلو بثلتمية وبنسبة المشماش فما خديتش كيميا اللي هي كثيرة فاخديت هنا غادي نصرابعة فبنسبة المشماش فانا خديته تقريبا دير تلتاشر مية وخديت انا غادي نصرابعة تقريبا فجيت نحسب شحة من حبة فالقيت تبارك الله عشرين حبة اللي كينا ديال مشماش فهي كافياني وخديت الزبيب إلا بغيت نطيب المروزية فاخديت هنا الزبيب هادا الحمر فالثامن ديال والله ما بقيتش عقله شحال كان قليا ما عقل شواش ستمية ولا خمسمية دريال ما ما مقدرش نقولكم الثامن بالضبط وخديت هنا يوحد رابعة ديال ديال هادا ديال هدراء اسمحوا لي خديت رابعة ديال بلاستيك فاش غادي نضم للحم ديالي وخديت هنا ينصر ديال هاد كاوكاو كاوكاو الصغير اللي كي يكون بالقشور دياله فبنسبة لده غادي نستعمله في سفيلة بنديرها مدفونة او لا غادي نستعمله في شي قطويلة غادي نصر بشي حلوة وخديت هنا فبنسبة لهاد سنجلان فمشرتوش كانوا ماليندار اللي كانوا يجابوه لي من المدين تقمت راكن واحد كي يبيعوه وكيبيع هاد هاد جنجلان كيبيعوه نقيت تبارك الله فاخدوه هنا تقريبا كيلو فبنسبة لهذا اللي في البلاستيكة فانا نقيته شحام المرة وكان باقي لي هادا اللي باقي ليها هادا في هادا هادا فبنسبة لهاد جنجلان فانا كنقراه 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 شي حاجة جسميتها سمحوا لي كنقراه شي حاجة جسميتها نقى زنجلان ونقى النافع ونقى هذا باقي النافع وشيح او بحلاكة الكامون وهذا ماشي مشكل بحلاكة زنجلان سمحوا لي جاتني مكلمة هاتفية شهر الي شهر تقطع الصوت فقلت لكم كان نقراه نقى شي حاجة فهي كنتوا بحالى يحليوا بحلاكة خليه اليها الطفل بحلاكة جنجلانية شريته باش نستعمله في الوصفات وريتكم هنا عندي نسكيلو ديلوز بالنسبة للوز فانا ما شريته شفاء كان عندي فضان نسكيلو ديلوز فادي نستعمله في الوصفات الحملة غادي نقدم لكم ان شاء الله في العيد الكبير وعندي هنا خديت تقريبا 1.5 كيلو جاوز الهين ندير واحد شي شوية وخديت 1.5 كيلو بالنسبة لتمن ديالو فاخليه ب40 درهم الكيلو ب20 درهم وخديت هنا هاتصة ديالجليكوز بالنسبة لأخوات اللي كيسولوني شنا هو القليكوز وفين كيتبع فهذه هي العلباء ديالجليكوز فأنا خديت صغيرة بزاف لحقة شكالين عندي وحدها في تلاجة وبقي فيها غير واحد شوية وخديت هاتي فكانستعملوا القليكوز في الحلويات كانستعملوا حتى في وصفات اللي كان نطيبه فيها الحن فقدين ان شاء الله نشارك معاكم بزاف ديال الحويجات في العيد ان شاء الله ففي خديت هنا هات زبدة بالنسبة لها زبدة فصراحة اول مرة قدينا نستعملها فهي خاصة بطورك وكيستعملوها خصوصا الحلويات كيستعملوها في القاتو قالوا لك زوينا بزاف وبونسبة لتقدية فهي خاصة نفسي فنقصني الحويج نقصني القرف عواج قديت عطرية المروزية من طبيعها قديت عندي كل حاجة من غير القوزة فالقوزة ما كان نديرهاش أنا ما كان نديرهاش في الاطرية المروزية وغادي اطحنها لهما خصني مازال الفخر المجمور كين عندي فضاء خصني مزال الفخر والبصلاء سوف نتفكر إلي خاصة لماذا شي حاجة فأنتمنى أن الفيديو ديال اليوم هنا الإعجاب ديالكم وتكونوا تساعد